رئيس صاحب السمو الملكي لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقسل قضيبية صباح اليوم وعقب الجلسة أدلى سعدت الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحصر المدارس الحكومية المؤجرة وظناني أن تكون ذات مستويات عالية إنشائيا ومرافقيا ومتوافقة مع المواصفات المعتمدة من حكومة مملكة البحرين بخصوص المرافق التعليمية فيما أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلسة بالجولة الميدانية التي قام بها سموه إلى قرية السنابس وتفقد بعض المرافق فيها ومنها مدرسة السنابس الابتدائية للبنات من جانب آخر فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة التربية والتعليم بدراسة الطاقة الاستيعابية للمدارس الابتدائية القائمة في جلالي ومدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة في ظل النمو الإسكانية والعمرانية ووضع البدائل المناسبة لذلك إلى ذلك فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أن تتولى التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لتصميم ومتابعة خطة تطوير المنطقة الواقعة بين جسري الشيخ عيسى والشيخ حمد تنفيذا لتوجهات سموه على إثر الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى هذا الموقع المذكور فيما كلف سموه ذات اللجنة بتقديم مقترحات لتسمية هذه المنطقة بعدها طلع مجلس الوزراء على الاستعدادات الجاري اتخاذها قبل مغادرة حملات الحج إلى الأراضي المقدسة وبجهزية بعثة البحرين للحج لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الشاملة صحيا وخدميا للحجاج البحرينيين فيما أحاط وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج أحاط المجلس بالترتيبات والإجراءات المتخذة استعدادا لموسم حج هذا العام بينما أطلعت وزيرة الصحة المجلس على استعدادات وزارة الصحة لموسم الحج والإجراءات الوقائية اللازمة وبمناسبة يوم الشباب الدولي أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به شباب مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منوها سموه بالثقة في قدراتهم واعتزازه بإسهاماتهم في مختلف المجالات وبمشاركتهم الفاعلة في بناء الوطن وتنميته مؤكدا سموه حرص الحكومة على تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم وتمكينهم من التفاعل مع متغيرات العصري وتحقيق ما جاء في برنامج عمل الحكومة بهذا الخصوص كما أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة بالدور الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجهة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى في رعاية واحتضان الشباب وتشجيعهم على الإبداع والمشاركة الفاعلة في رفعة اسم الوطن فيما أثنى صاحب السموى الملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة الشؤون الشباب والرياضة وزيرا ومنتسبين في تنفيذ استراتيجية الحكومة الموجهة نحو الارتقاء بقطاع الشباب بعد ذلك وجه صاحب السموى الملكي رئيس الوزراء بحفظ خصوصية الأفراد ووضع التشريعات المناسبة التي تمنع انتهاك هذه الخصوصية عبر الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى دون موافقة ذوي الشأن أو تخويل منهم وبما لا يراعي حقوق الأفراد وينتهك حرماتهم بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي وفق مجلس الوزراء على تطبيق المعايير العالمية للتبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية بدءا من عام 2018 ثانيا وفق مجلس الوزراء على 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من الدول الصديقة ومنها خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج مع تركيا وهي اتفاقية التعاون القانوني في المواد والمسائل المدنية والمسائل التجارية والجنائية وبريتوكول للتعاون بين جامعة البحرين ومعهد إيمري والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي والبرنامج التنفيذي في المجال الثقافي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة إلى جانب ثلاثة مذكرات تفاهم مع جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الزراعة والثروة البحرية والمجالات الشبابية والرياضية وفي مجال النقل الجوي بالإضافة إلى اتفاقيتين مع جمهورية روسيا الاتحادية وهي اتفاقية لإنشاء لجنة حكومية بحرينية روسية مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي واتفاقية الحماية المتبادلة للمعلومات ثالثا وفق مجلس الزراعة على مشروع قانون بالموافقة على النظام القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تمهيدا لأحالته إلى السلطة التشعية رابعا وفق مجلس الزراعة على مذكرة تفاهم لتأسيس علاقة صداقة بين مدينة الملامة بمملكة البحرين ومدينة شنزن بجمهورية الصين الشعبية خامسا أكد مجلس الوزراء على حرص الحكوم على ديمومة حركة البناء والتنمية في البلاد وعزم الحكوم على تهيئة كل ما يلزم في سبيل تعجيل وتصاعد وطيرة هذه التنمية بما يساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وذلك خلال استعراض المجلس للتقرير المرفوع من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن المناقصات التي تم طرحها أو ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016 والذي أوضح بأن مجموعة المناقصات التي تم طرحها فقد بلغت 26 مناقصة بقيمة تقارب 15 مليون دينار فيما بلغ عدد المناقصات التي تم ترسيتها 16 مناقصة بقيمة تقارب 23 مليون فاصل و500 ألف دينار وشملت هذه المناقصات عدة مجالات تتعلق بمشاريع قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي وقطاع المباني سادسا تحقيقا لتوجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدعم عمل مكاتب مخلصية المعاملات فقد وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم هذه المكاتب وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية سابعا حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانون الأول مشروع قانون باستبدال المادة 222 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمعد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2002 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بسيغته المعدلة والمقدم من مجلس النواب مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة أو لهما وذلك وفق التوصية المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية ثامنا بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب ومنها ما يتعلق بإنشاء هيئة للطاقة المتجددة وتنفيذ مشاريع للاستفادة من الطاقة الشمسية وإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزرية للشؤون القانونية ترجمة نانسي قنقر